ورح نحكي عن الإكسسوارات يلي دايماً بتعطي الشي اللي نلبسه إن كان بالمناسبات أو الأيام العادية أناقة وجمالية أكتر ومؤخراً كثرة مشاريع الهاندماد وخصوصاً بمجال صناعة الإكسسوار باختلاف أشكالها وأنواعها يلي عم بتلبي أزواء كل الصبايا وتحقق الربح والفايدة لصاحبة المشروع اليوم مشاهدينا رح نتعرف على مشروع جديد لصبية طموحة خلونا نتعرف عليها سوى مصممة الإكسسوار بيان التل يسعد صباحك صباحك حلي أهلا وسهلة فيكي صباح الخير يا بيان أهلا وسهلة فيكي شو الشغلات الحلوة اليوم هيكي تسلمي كلك ذا هي عرفاني شو تجيب معا اليوم يعني بيان قبل هيكي ما نروح بتفاصيل مشروعك ودائماً نحنا بخلنا نقول مساحاتنا اللي بناخد فيها الإكسسوار بنحكي هيك كمشروع اليوم اقتصادي اليوم أنتي عم تقدري تعيشي منه يعني أكيد رزق لأيلك بداية خلينا نحكي اليوم عن عملك بشكل عام جديد اليوم بعالم الإكسسوار إيه هو كتير سهل يعني بالنسبة إلي بس بده وقت لأنه بتطر إني أنزل على الشام وتسوى وأعملون أنا وكمال لصور والتسويق صعب شوي يعني كونه أنا ممرضة فبعيدة شوي عن الإكسسوارات بس إنه هيك بالفترة بشتغلان وبعمل هيك خلينا نحكي عن الألوان الصيفية الدرجة يعني عم نشوف كتير في تدامج بالألوان في ألوان فاقعة عم ندمج أكتر من اللون خلينا نحكي عن أكتر شي درجة هلأ بياق الصيف هلأ أكتر شي زهري لأنه شفتين باربي رجع درجة وعم اشتغل زهر أكتر شي عم نشوفه مع البرتقالي مع الأحمر عم يتمجوهن سوا هلأ أنا شخصيا أنا بحب الشي ناعمة كتير سادة فبعمل الشي اللي أنا بحبه هيك أنا بس اليوم الديزاينات المشترطية يعني كتير دقيقة يعني خلينا نقللك مقلدة بطريقة غريبة تماما أنا صراحة أنا بطلع على محلات الذهب وبسمن شوي فبحاول أن يقلد الذهب أكتر شي أكتير حلوين حتى يعني ما في ولا ملاحظة أحيانا بتحسي أنه السنسلي ما بتلبق للخرزة أو بالعاكس اليوم بيان قدراني أنت تتنسقي بين خلينا نقول الدزاين بشكل كامل أي الحمد لله في هذا ما عملته بس يمكن بيان اليوم كتير من الصبايا بيقولولك طيب أنا هدا النوع من الإكسسوارات بركي حسستني طيب أنا إذا أخرت منك كيف بدي حافظ عليها حافظ على لونة هاي الفقرة كتير مهمة من إستائيلي هلا أول شي أنا بعادة تماما عن الشغلات اللي بتروح لونة فورا لأنه في شي كنت أنا وقت بلشت مشروعي لسا ما كنت بعرف كتير الشغلات اللي مليحة من اللا ففي شي أنا وعم بشتغله يروح لونة اتفاجأ طيب هاي لزبونة إذا بدأت تشتري مني أكيد لح تكون قايت اللي فورا لونة كيف يعني فأنا لو أنا بدي أشتري إذا بخيت عطرة عليه رح يجب اللون كل هالطفوة صيل يعني فعلا بتهم السبايا اي هلا أنا صرت أشتغل بالبرازيلي أكتر شي هو بضايا يعني أكتر شي وما في أكسسوار أنا بحب أقول لكل العالم إنه ما في أكسسوار ما رح يروح لونة إلا إذا كان ذهب أو فضة يعني حتى الفضة نحنا مقتلنا نطليك الفترة منشان يضل لونه لعمع وحلو فأنا حاولت أشتغل بالبرازيلي اللي بضايا لونه أكتر شي وطبعا السير عم يختلف بس المواد الأولية أصدقنا خلينا نركز على مشروعك اليوم كرمال أي صبيعة شوفنا تستفيد من تجربتك يعني شو هي أهم الصعوبات اليوم كيف عم تقليلي التسويق وأنتي مريد المفروض يكون عندك يعني مجال واسع بالتسويق هلأ صراحة يعني المحيط لحواليك يعني أنا في عندي رفيقتي هي دكتور تسمان كمان بوجه لتحية اسمه لارة عامر هي كتير عم بتتعد مجال التصوير وكل شي عم تتعمى بتقولي أنا بعتيني عم طب الأزنام إن شاء الله هي بتشتغل معي كل شي مهم فبنصح أنا كل صبيه أنه وقت بده تبلش خليه تبلش بالشغلات فورا المنيحة حتى لو كان رأس المال شوي لحيكون كبير بسمع لي يعني أنه هو اسمه ورح يكبر المهم إنه يبدل تجي لعنده اللي يزبوني مرة ثانية وثالثة لما تلاقي أول مرة إنه هي مبسطة من الأسعة في سقع بالقطع وكننا يمكن منعرف أدي اليوم الإكسسوارات بحاجة اليوم لجهد لوقت لتعب من صاحب دعونا نحكي هدول بلاكات أم سنة؟ هلأ بتصير خلخير تمام وبيصير بلاكات هلأ ممكن تحب معيك وقت اليوم؟ ولا شي هلأ مجرد يعني طلق أطعب تختلف عن الثانية في شي رباء ساعة في شي مصاعة خواتم كمان حلوين هدول كتير درجين من هلأ وعم بعمل منهم يلبسوا وثلاثة عملة هكي لمسلك يونك رمال تعني أحجام معينة أو إياسات حسب الإيدين هلأ كيف؟ هلأ أنا بعملها تقريبا عمقاس أصابعي وإذا البنت ممكن يكون فيه تواصل مثلاني؟ ايه طبعا بقال لي أنا بس سلمك بيضبط لك عياس إيدك اليوم عمشوف العين الزرقة كتير نكان بي الستسال نكان بي الخاتم يعني اليوم بيمكن طلب الصبايا كتير على هاي ايه كتير شي العيون حتى الخاتم هذا الناعم عم تقول لي عمليلي منه السلسة كتير نعمة السوارة كتير نعمة بس عينين كتير مطلوبة العين حتى إذا بتلاحظي أغلب الشغل فيه عيون تمام بالنسبة لمودة الخيطان اللي الآن موجودة عم تشتغلي عليها؟ هلأ هي كتير مزعجة بالنسبة لي فأنا ببعد عنها إنه خرز وعيوني بدون يجاعوني فأنا بالغنى عن هذا الشيء مشتغل طبعا اللي بيطلبوا مني آبس إنه أنا أشتغلي وأعرضه ما يعني بعملت شوي عن الموضوع هاي بدي إليك كأنك اليوم يعني رايحة بس لللون الذهبي بالعادة مستضيف حتى بيكون شتغل لولو خرز خيطان عم أقولك أنا عم بعد عن الشغلات المتعبة بالنسبة لي مشان الوقت يعني كمان هدول بدون وقت كتير فالفضة مطلوب عندي واحد بالمية فلهيك أنا عم بعد عنه كتير ولونه كمان ما بكفله فلهيك عم بعد عن المصرحة كمان نشوف بعض اللي عندهم هايك مشروع تصميم أكساسوار بيكون عندهم مشغل كمان مثلا ممكن يحطوا الأكساسوار على الجزدان ممكن على أي شيء ممكن أنت بس تلجأي على الأكساسوارات أم لا ممكن تعرضي أكساسواراتك على غير هاي لا بصراحة بس عم بعمل أثاور وطواء يعني حلق قلخال شغلات لبيبي سبي كمان بريج أرقيلة لا لا أبدا ما عم بعمل هايك بجوز بالمستقبل أنه آه بس هلأ لا أبدا هاي شي مباقي أدي حلوة يا لطا كتير حلوة شو؟ شو؟ حلوة كتير يعني مولفتة حتى الحجر بقلبها غريب يعني هو أنا كل حجر بنقية صععة صراحة حتى يطلع الشغل هيك مولفتة وكمان تصوير عم يلعب دور كبير ويقول لي كل القطاع أنه على الواقع أحلى من الصور بكتير حلو حلوة كتير يعني اليوم يمكن أي قطع تشتغلية عم يكون فيها حب يعني زوء أكتر من أنه أنت اليوم عم تتعبي بعملها يعني واللي بإيدك حلوة كتير خلينا نشوف على الكاميرا فرنا ياه هون بعد إزناك هاي كاميرتك لو سمحتك الكافة هو كتير مطلوب وأنا عم بعمل شغلات لسه أنا عم من هيك فتحسي إنه هو يعني في ناس بتحبوا مناصبات يعني في ناس لهم هلأ هو بيغني على الخاتم والأسوارة كمان هلأ هلأ رجع درجة عن جديد يعني هو كان قديم درجة هلأ رجع عن جديد هلأ رجع عن جديد بدنا كاف تعملين كافة واحدة أكتل كمان بدي كفين طيب دايماً منسأل الأشخاص يلي عندهم هايك مشاريع كيف تقدير تسوي اليوم لمشروعك طيب تلجأ إلى السوشيل ميديا أم تلجأ إلى الأشخاص يلي حوالك شو الطريقة يلي لاحزتي إنه فعلاً إيجاكي أشخاص حتى يشتروا من المنتجات على الحالتين عم بشتغل معارفة طبعاً والسوشيل ميديا ما مستغني وين استفدتي أكتر؟ على السوشيل ميديا ممكن هو اليوم صار مجال واسع يعني بوابة خلين والبيان ما نشكر حضورك لليوم ونتمنى لكيك النجاح بعملك نشوفك دائماً هيك بشياء كتير مميزة مثلك أهلاً سهلاً فيكي شكراً إليك يا بيانوت شكراً إليك يا بيانوت